برسيديوم، لديزين جتلمين، شور اكسلنسي، دير جاستسا لديزين جتلمين، السلام ها هم جاءوك يا دوحة الخير من كل فج عميق حاديهم المصناقية وقبلتهم المعرفة سلاحهم كلمة وقضيتهم حرية حرية في الرأي وحرية في التعبير أكثر من 350 من قادة الإعلام في العالم جاءوا من أكثر من 100 بلد تجمعهم تحديات جمة تواجه المؤسسات الإعلامية كافة ابتداء من الشركات العملاقة التي ظهرت لحيز الوجود منذ عقود وصولا لتلك المؤسسات التي بدأت لتوها تسارع الخطى لتتجاوز حدود المحتوى وكذلك التوزيع وفي عصر يتسم باللا مركزية المعلوماتية أضحى كل شيء نعرفه عن التقاليد الصحفية العريقة في تغير مستمر ومتسارع فأسليب جمع المعلومات الإخبارية والتحقق منها وسلوك الجمهور والمنابر الإعلامية وسلامة الصحفيين كلها باتت محطة اهتمام وسؤال من يملك الخبر ومن يملك حق منعه ومن يملك الخبر ومن يملك الخبر ومن يملك الخبر ومن يملك الخدمة الشركة العالمية الثانية المتحدة من تقلق الامر للتواصل والنقاش الجاد والتدريب وتعزيز التنافس بين المؤسسات العالمية خلال العصر الرقبي ولنستكشف معا في الأيام القادمة مستقبل الأخبار والتغيير الذي أحدثته التكنولوجيا على نحو متزايد تنعقد القمة في ظل ظروف صعب فقد شهدت الساحة الإعلامية مقتل نحو مئة صحفي وبات الصحفيون عرضة للاستهداف والتهديد والسجن والتعذيب لأنهم يحاولون أن يكونوا صوت من لا صوت له السادة الحضور تتشرف شبكة الجزيرة الإعلامية في أن تكون استضافتها القمة الأعلامية للإعلام متزامنة كذلك مع الذكرى العشرين لانطلاق الجزيرة وهي مناسبة ترقى لأن يكون احتفاؤها بها بذات المستوى نترككم الآن مع كلمة الشيخ حمد بن ثامر الثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً في القمة الإعلامية في دورتها الثالثة وأن أشكركم على تلبية دعوتنا للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى الإعلامي الهام والذي ينعقد تحت عنوان مستقبل الأخبار والمنظمات الإخبارية الضيوف الكرام ظلت شبكة الجزيرة الإعلامية منذ تأسيسها قبل عشرين عاماً تسعى إلى تقديم خدمة إعلامية متميزة تحترم عقل المشاهد وتساهم في توفير المعلومة له بصدق وأمانة ومهنية وتتيح الفرصة عبر شاشتها ومنابرها المختلفة للرأي والرأي الآخر منحازة فقط إلى جانب الإنسان أيًا كان وإلى قضاياه العادلة أينما وجدت لقد كانت الغاية الأولى للجزيرة منذ البداية الوصول إلى الحقيقة أينما كانت ونقل صورة الحدث والواقع كما هو بكل أمانة وموضوعية كما دأبت على أن تكون منصة للحوار الجاد والعميق من رواد الفكر وقادة الرأي وصناع القرار من مختلف دول العالم إن اختياركم لعنوان مستقبل الأخبار والمنظمات الإخبارية شعار لقمتكم الموقرة يعكس التحدي المشترك الذي يواجه الإعلام والإعلاميون وخاصة ما يهدد الصحفيين في كثير من بلدان العالم إذ دفع كثير منهم حياته مقابل حرية الكلمة والمعلومة الصادقة وهذا وضع يستدعي تعاوننا تعاون بين مؤسساتنا الإعلامية لجعل حماية الصحفيين من أهم المسلمات العالمية كما أن التقنية والرقمية المتسارعة لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي توفر ميداناً آخر للتعاون لتظل قنواتنا مصدراً أساسياً للمعلومة الموثوقة والصادقة أيها السهلة إن اختياركم الشرق الأوسط لأول مرة لعقد القمة العالمية للإعلام في دورتها الثالثة يعكس الأهمية المتنامية للمنطقة باعتبارها أحد بؤر الاهتمام الإعلامي العالمي بسبب ما تعيشه من تحولات وتغيرات جذرية ولما كانت شبكة الجزيرة الإعلامية تعمل في قلب هذه المنطقة فإنها ستواصل حمل رسالتها والإطلاع بمسؤوليتها المهنية كما ستواصل باعتبارها جزءاً هاماً من المشهد الإعلامي العالمي والتعاون البناء مع المؤسسات الإعلامية على مختلف المستويات ومن ضمنها القمة الدولية للإعلام للإلتقاء بالإعلام إلى المستويات التي تليقوا به في الختام وجدد شكري لكم على تلبية الدعوة للمشاركة في فعاليات القمة مؤتمنين لكم طيب الإقامة في الدوحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً إذن للشيخ حمد بن ثامر الثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة على هذه الكلمة لقد أثرت التكنولوجيا سلباً وإجاباً أيضاً على الأنماط الربحية للمؤسسات الإعلامية ولأن التكنولوجيا لم تقف وقفة استراحة بعد فعلى المؤسسات الإعلامية أن تظل واقفة كذلك على رؤوس الأصابع لتتفاعل مع ما تطرحه التكنولوجيا من تحديات اقتصادية بحيث تتوسع وتتقلص في رأس مالها البشري والاستثماري في خضم صراع البقاء الكلمة التالية للسيد ساي مينزهاو الرئيس التنفيذي للقمة ورئيس وكالة شينخوا للأنباء بدأ السيد ساي مينزهاو عمله بوكالة شينخوا صحفياً متخصصاً في تغطية الشؤون العلمية والتكنولوجية وعمل لاحقاً مديراً بالإنابة ليكمل مسيرة ثرية في الإعلام وفي السياسة لعب السيد مينزهاو دوراً مهماً أيضاً بتطوير الإنترنت في الصين وقدم موقع china.com وبوابة شينخوا نت وهي أكبر بوابة إخبارية صينية على الإنترنت وأطلق كذلك حوارات هامة مثل الحوار الصيني الأمريكي منبر صناعة الإنترنت والمائدة المستديرة للإنترنت بين بريطانيا والصين ومنبر بكين توكيو ومنبر الصين والهند فليتفضل سيد مينزهاو مشكوراً لإلقاء كلمة فليتفضل سيد مينزهاو مشكوراً صاحب السعادة شيخ حبد بن ثامر الثاني الضيوف الكرام السيد مصطفى السواق الزملاء الكرام طاب مساءكم كما يقول المثل العربي إن الأصدقاء الجيدون يشبهون النجوم لا تراهم دائماً لكنك تعلم أنهم دائماً موجودين أمامك وبالتالي من دواعي سرورنا أن نلتقي هنا في الدوحة ونلتقي مع أصدقاء قدامى وكذلك مع أصدقاء جدد من هذا القطاع الإعلامي العالمي وذلك لاستكشاف التطورات وأوجه التعاون في ظل هذا الإطار الجديد للعمل في بادي الأمر وكذلك نيابة عن اللجنة الدائمة الخاصة بهذه القبة وكذلك نيابة عن تشينكوا للأنباء وكالة الأنباء أريد أن أعبر عن امتناني بالنسبة لإفتتاح هذه النسخة الثالثة من القمة القمة العالمية للإعلام إن امتناني كذلك يوجه هنا لقناة الجزيرة وللدكتور مصطفى السواق لكرم الضيافة وكذلك لهذا التخطيط الرائع لهذه الفعالية إن النسخة الأولى من القمة العالمية للإعلام تم استضافتها في بيجين في أكتوبر 2009 وكذلك هذا كان صفحة جديدة بالنسبة للتعاون والتبادل الإعلامي الدولي ولأكثر من ست سنوات بعد هذا الحدث فإن عضوية اللجنة الدائمة الخاصة بهذه القمة توسعت من تسع أعضاء إلى ستة عشر عضوا وهذه القمة قد حققت نتائج كثيرة بما في ذلك صياغة وإصدار البيان المشترك للقمة العالمية للإعلام إصدار اتفاقية حول إحماية الملكية الفكرية المرتبطة بالإنجازات الإعلامية وإطلاق جوائز عالمية للتميز تنظيم برنامج للتدريب والمشاركة في حملات عالمية خاصة بالرفاه العام والتركيز كذلك على مصابقة تصوير الخاصة بالفقر بالإضافة إلى عدد من التدريبات الأخرى بما في ذلك التدريب وما إلى ذلك وإن المشاركة في مثل هذه الحملات التي ترمي إلى تعزيز هذا التعاون فإنه تم تعزيز التعاون بشكل كبير جدا ونحن في صدد استضافة النسخة الثالثة لهذه القمة العامية للإعلام وتحت عنوان مستقبل الأخبار والمنظمات الإخبارية والتي تستضاف في الوقت المناسب في وقت يجري فيه تطور كبير للشبكات المعلوماتية والإعلامية وتطور التكنولوجي الرقبي وهذا يحفز ثورة في هذا المجال وهذه الثورة هي غير مسبوقة وبالتالي توفر فرصا مهمة بالنسبة للناس حتى يتقاسم المعلومات والأفكار ما بين أصدقائهم وما بين القطاع الإعلامي ككل وكم دراء تنفيذيين في المؤسسات الإعلامية المختلفة نحن نشعر أن هناك تغيرات عميقة تحدث في هذا النظام البيئي للإعلام لأكثر من 15 سنة فإن عدد مستخدمي الإنترنت قد زاد من 500 مليون إلى 3.2 مليار وفي الخمس سنوات القادمة فإن عدد مستخدمي الهواتف النقالة هو في تزايد ويتوقع أن يزيد من 3.4 مليار إلى 6.4 مليار وفي الصين فإن الشبكة الإنترنت خصوصا شبكة الهواتف النقالة أصبحت المصدر الأساسي والرئيسي بالنسبة للناس في استهلاك المعلومة وذلك بسبب وقع الإنترنت وكذلك بعض المؤسسات التقليدية الإخبارية بسبب مواجهتها لأوقات عصيبة وهذا الضغط يأتي بشكل أساسي بسبب التغيرات التي تحدث وكيف أن المعلومة والخبر ينتشران بشكل كبير جدا والإنترنت أو شبكة الإنترنت قد تحولت بسبب هذه التغيرات والتبادلات التي لم تعد أحاذية الجانب وإنما أصبح ثنائية الجانب وإنما كذلك بالإضافة إلى ذلك أصبحت متعددة الأطراف من حيث التفاعل إن المشتركين بإمكانهم أن يصبحوا الآن منتجين وناشرين للخبر كل شخص يعطى مايكروفونا وكذلك يولى له دور رائد فيما يخص الأخبار المحترفة والتقليدية وكذلك هذا يشكل مرة أخرى تحديا بالنسبة للمؤسسات التقليدية بالإضافة إلى ذلك المشاركين أصبحوا أكثر تركيزا على دقة الخبر وبالتالي عندما يكون هناك نطاق وطيف واسع من المعلومات موجود على شبكة الإنترنت هذا يعطيهم خيارات أكبر وحرية أكبر في الاختيار وبالتالي فإن المؤسسات الإعلامية لا بد أن تحسن من جودة منتجاتها ولا بد كذلك من أن تشذب محتوها تماشيا مع المشتركين المختلفين والشرائح المستهلكة لهذه المعلومة ولا بد للخدمات أن تفي بهذا الغرض وعندما يكون هناك أنماط مختلفة للتوزيع وكذلك طلبات متزيدة من المشتركين فإن المؤسسات الإعلامية لا بد أن تكون مبتكرة من حيث التبادل الإحباري وكذلك تحرير الخبر والقصة الخبرية لا بد أن يكون هناك تحسين لتجربة مشترك وكذلك أن نفي بمتطلبات هذا العصر الإعلامي الجديد حتى نتمكن من البقاء في منافسة شرسة في سوق الإعلام الإنترنت والذي يجلب معه تحديات كبيرة كذلك فتح أفاق وأبواب كثيرة والمزايا الخاصة بالمؤسسات الإعلامية المحترفة هي كبيرة وبسبب هذا السيل الوافر من المعلومات وكذلك هذه الزيادة الكبيرة من حيث استهلاك المعلومة الذي يعتبر غير مسبوقا لقد لاحظنا أنه على الرغم من أنه ظهرت وسائل إعلامية كثيرة لكن نحن الأفراد من خلال حرية التبادل والكتاب والنشر فإن أغلبية المحتوى الذي نجده على الإنترنت يتم توفيره من قبل مؤسسات خبرية أو إخبارية بالأحرى محترفة إن المؤسسات الإخبارية المحترفة تستمد قوتها وتتمتع بمزايا فريدة من نوعها تبقى غير مسبوقة ولا يمكن استبدالها على الرغم من ذلك ومن خلال التغطية الواسعة التي يوفرها الإنترنت وكذلك هذا الانتشار الواسع لهذا الإنترنت ساعد المحترفين والمؤسسات الإخبارية بأن تتوسع بشكل كبير جدا الكثير من المؤسسات الإخبارية توسعت تغطيتها من خلال بناء شبكات إنترنت وتطوير كذلك تطبيقات الهواتف النقالة من خلال النشر عبر الشبكات الاجتماعية إن التطور السريع للتكنولوجيا كذلك خلق ظروفا جديدة بالنسبة لنا من أجل الابتكار نحن من خلال التبادل الإخباري والتبادل وتوزيع تكنولوجي وتحسين تجربة الجمهور فإن الأخبار المصورة وكذلك الواقع الافتراضي والخيال المرئي كلها تعطينا أبعاد مختلفة لهذه التجربة التي يحظى بها المشاهد إن المؤسسات الإخبارية لا بد أن تحظى بهذا التطور لأنها بدلت جهودا من خلال استكشاف والإبداع والابتكار في التبادل الإخباري والتوزيع وأنا واثق أن الثورة الحالية ستجلب المزيد والمزيد من الفرص كما ستجلب تحدياته وإن المستقبل أمامنا ولا بد أن نعمل من أجله وكما يقول المثل العربي إن الرياح تأتي أحيانا بعكس ما تشتهي السفن والمرء ليس دائما يدرك ما يبتغي في هذه الحياة لكن لا بد أن نعمل على تحقيق ما نريد وكذلك يقول المثل الصيني إن الشخص الذي لا يحاول أن يتقدم فإنه سيفقد موقعه في هذه الحلبة لا خيار لنا إلا أن نواجه التغيرات العميقة التي تحدث في قطاع الإعلام ولا بد أن نمضي قدما بإصلاحات من أجل اغتنام الفرص وكذلك تحقيق النمو في السنوات القليلة الماضية إن وكالة سينكوا للأنباء الوكالة الإخبارية إنها حاولت أن تبتكر تماشيا مع التطورات السريعة التي تحدث في مجال الإعلام وهذا جهد تطور وأدى إلى المنافسة في هذا القطاع وهنا أريد أن أقاسمكم بعض الجهود التي قمنا بها لقد قمنا بتحقيق بعض الخدمات التي تتعلق بالصورة وكذلك نتماشى مع المتطلبات الجديدة التي يبتغيها المشترك في هذا الزمن وكذلك نحاول أن نتكيف مع التغيرات المختلفة وقد قمنا بدمج موارد مختلفة وكذلك قمنا بفتح شبكات للإعلام الجديد وهذه الخدمة هي تحاول أن تجمع محتويات مختلفة بما في ذلك النص والصورة والفيديو والمادة الصوتية حتى يتم نشرها في نشرة إخبارية واحدة حتى نسمح للمشتركين بأن يتمكنوا من خلال حواسيبهم وتطبيقات هواتفهم أن يختاروا المحتوى الذي يرغبون فيه وكذلك نسمح للمشتركين بأن يطلبوا عفواً منا أن نوفر لهم خدمات حسب متطلباتهم وكذلك نحقوم بتحديث مواقعنا وتطبيقاتنا حسب ما هو مطلوب وتماشياً مع تطورات الجارية إن الإخبار التقليدي من خلال فقط الصورة والنص كانت بعيدة عما يجري في واقعنا الحالي وبالتالي في يوليو 2015 فإن شبكتنا أطلقت منصة للخدمات الإعلامية المتطورة وكذلك المتكاملة مما يسمح لفرق تحريرية مختلفة وكذلك فرق تقنية أن تعمل مع بعضها البعض في التخطيط الإخباري والتبادل الإخباري والإنتاج إن هذا المحتوى المتنوع للأخبار وكذلك نشره على هذه المنصة المتكاملة من خلال أشكال وأنماط مختلفة والتي تكون متماشية مع متطلبات المشتركين بما في ذلك الصحافة المرئية والمطبوعة والإذاعية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة كل ذلك يتم القيام به من خلال فريق واحد ويتم إطلاق هذه الأخبار من خلال شبكة واحدة لقد بدأنا ببناء هذه الوكالة وموقعها منذ التسعينيات من القرن الماضي وتغطية وكالة الأنباء زادت بشكل كبير جداً إن وكالتنا هي تعتبر من الرائدة في العالم وهناك ما يزيد عن 120 مليون زيارة يومياً لهذا الموقع وهذا يعتبر من أعلى المواقع الإلكترونية المئة الموجودة عالمياً والتي يتم زيارتها نتمنى لهذا المؤتمر النجاح شكراً جزيلاً لكم شكراً لسيد تسعي الرئيس التنفيذي للقمة ورئيس وكالة شينخوال الأنباء وقد وضعنا في صورة تأسيس هذه القمة وتطوراتها والتي كما قال أصبحت منبر جديد وصفحة جديدة للتداول الإعلامي بين الدول وتنعقد اليوم تحت عنوان مستقبل الأخبار والمؤسسات الإخبارية الآن ضيفنا التالي هو السيد جاي بيرجر مدير قسم حرية التعبير وتطوير الإعلام بمنظمة اليونسكو يعمل جاي بيرجر مديراً لقسم حرية التعبير وتطوير الإعلام لدى اليونسكو وخلال الفترة من عام 1994 إلى عام 2011 ترأس كلية الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة رودس في جنوب إفريقيا حيث أسس أيضاً مختبر الإعلام الجديد في الكلية والمؤتمر السنوي هاي واي أفريقيا الذي يتعامل مع قضايا الإنترنت في أفريقيا فليتفضل مشكوراً فليتفضل مشكوراً فليتفضل مشكوراً الثالثة فليتفضل مشكوراً خاند إدارة شبكة الجزيرة السيد كاي مني. جاو ورئيس زينجوا ولمدير التنفيذي لهذه القمة سيداتي وسادة منظم هذه القمة إن الونسكو تشكر شبكة الجزيرة لتنظيم هذه القمة القمة العالمية الجزيرة كانت شركة نشطا وكانت تعنا بموضوع السلامة وحرية التعبير ضمن أعضائنا الذين بلغوا 195 لقد تغيرت خارطة الإعلام منذ أن ولجنا إلى الحقبة الرقمية هناك تنافر للأصوات وهذا يعني أن الصحافة تلعب دورة أساسيا في هذه الخارطة ولكن يا للمفارقة أولئك الذين يتون بمعلومات مميزة تخص العام يواجهون تحديات غير مسبوقة بشأن سلامتهم رقميا وماديا الكثير من زملائكم يواجهون المضايقة وسوء المعاملة والتمييز وهناك أشخاص أيضا يواجهون حملات تشويه سمعة وأخرون يواجهون الموت المؤسسات الإعلامية الموجودة معنا الليلة قد خبرت هذه الانتهاكات وبطبيعة الحال هناك أشخاص فقدتهم الجزيرة كماروان الديري وزكريا إبراهيم وعلي حسن جابر كلهم فقدوا وليونسكو بطبيعة الحال نددت بقتل هؤلاء الصحفي ليرينا بوكوفا رئيبوان الديري وليونسكو نددت بقتلهم وطبيعة الحال أولئك الذين قتلوا تحدثنا عنهم من خلال حديث رينا بوكوفا ورفعنا تقريرا بهذا الشأن لسيما القسم الخاص بالتطوير التواصل وأيضا التقرير الخاص بحرية التعبير وتطوير الإعلام إنها الإحصائيات التي جمعناها من الأمم المتحدة تظهر وعليهم متحفظا أكثر من ثمانمائة شخص قتلوا بسبب توفير الأخبار خلال العقد الماضي وهذا بطبيعة الحال غيظ من فايد وقليل من كثير لا يعرض الصورة كاملة اليوم ثمت عدم يقين مرتبط بمستقبل الأخبار ولكن ما هو يقيني هو أنه يتعين أن نحمي موظفين ونحمي الصحفيين على الإترنت وعلى أرض الواقع إن الأمم المتحدة تلعب دور أساسيا في تصل الضوء على الإفلات من العقاب وهناك خطة وضعتها الأمم المتحدة تحدثت عن الإطار الضروري لتمهيد الطريقي لحماية الصحفيين في مناطق النزاع وفي المناطق الأخرى وإحدى عناصر هذه الخطة نهجها متعدد الأطراف ويعزز من لم شعف الأطراف جميعها من دون المنافسة لأن الطرف الواحد لا يمكنه أن يحل المسألة وكما يقال اليد الواحد لا تصفق وبالتالي فإن هذه الخطة عززت من خلال أطراف عدة من فذلك الجزيرة والمعهد الدولي للصحافة وهذه الخطة عزز زخمها ثمت ثمانية قرارات تمخطت عن جينيف وباريس ونيويورك من خلال الأمم المتحدة بشأن هذه الموضوع وبالتالي ثمت أيضا مساقة التدريبية عززت وفقا لهذه الخطة الأوساط الأكاديمية أيضا استلهمت إطلاق بحوث بشأن سلامة الصحفيين الحكومات تتعقب الجنات أكثر من أي وقت مضى في عالمنا الحالي أولئك الذين يعنون بسلامة الصحفيين يعملون في مؤسسات إعلامية المؤسسات الحلبي يجب أن تلعب دور أساسيا في هذا المقام ثلاثمائة زميل في الخامس من فبراير اشتركوا في مؤتمر يسمى جمع المعلومات والجزيرة لعبت دورا أساسيا وكانت شريكا وساهمت البي بي سي أيضا سبوتنيك ساهمت رويترز وسيانان والارياي ووكالات أخرى وفي تلك المناسبة في مؤتمر اليونيسكو المشاركون شاطروا الممارسات الفضلة وأيضا عززوا من تلاقح الأفكار والمساهمون أيضا عززوا من خبرتهم واستغلوا الأدوات الأساسية ما يسمى بمنظومة تحديد الموقع الإعلامية وأيضا أدوات التشفير وأيضا الأمور الأخرى أعني بذلك أن التكنولوجيا لا تقول فقط أنه يتعين علينا فعل هذا الأمر أو ذاك بطريقة هذه أو تلك ولكن التكنولوجيا أين تساعدنا على حماية الصحفيين وبالتالي الأفكار وطرحات وأصعفيون سقلوا مهاراتهم وأثني على ذلك المؤتمر وأريد منكم أن تستأنسوا بموقع اليونيسكو وبطبيعة الحال في هلسينكي في الثالث من مايو سنعقد مؤتمرا أيضا وستشارك فيه الجزيرة وستشارك فيه اليونيسكو لقد أثلج صدري قبول الدعوة وإرسال الموظفين والصحفيين لتشاطر المعلومات ولكي نقول للأمم المتحدة ما ينبغي فعله وما ينبغي على تلك المؤسسة أن تفعله في مؤتمر فبراير المدرعب اليونيسكو تحدث عن مرسلين بلا حدود وتحدث عن وجود قسم خاص يعنى بسلامة الصحفيين عندما أعود إلى باريس من هذه القمة سوف أصلط الضوء على هذا الأمس وأصلط الضوء على الإعلان العالمي أو الدولي الجديد لسلامة الصحفيين أو حماية الصحفيين وقد أطلقه المعهد الدولي للصحافة والجزيرة ومؤسسات أخرى وهذا الإعلان الدولي يمكن أن يكون أداة إضافية يمكن استغلاله وتوظيفها من قبل الأمم المتحدة بالإضافة إلى خطة عامل العلم المتحدة أريد فقط أن أشير إلى التالي بينما تتكشف الأخبار على الإنترنت فإن الأعضاء المتمينة إلى اليونيسكو في السنة الماضية اعتمدت ما يسمى بكونية الإنترنت وهذا يعتمد على أربع ركائز في بيئة الإنترنت وحقوق الإنسان أولها وحرية التعبير والخصوصية الإنفتاح وسعة الأفق وأيضاً المساهمة من قبل الجميع وحرية الوصول إلى المعلومة هذه المفردات الأولية التي تعكس هذه الركائز الأربع نحن في اليونيسكو نشجعكم على تعزيز هذا المسعى والاعتماد على هذه الركائز الأربع لكي نعزز من سلامة الصحفين لسيما أن بلدانكم وعلى نحو مضطرد اعتمد على التكنولوجيا الجديدة إن السلامة سلامة الصحفين الجسدية أيضاً أمر أساسي ومهم إن سياسات الإنترنت يجب أن تضمن في أجندة الأخبار وهذا يصبح في مصلحة المجلسة الإعلامية وأيضاً العامة ختاماً يمكنكم أن تعتمدوا على اليونيسكو لكي نعزز من سلامة الصحفيين ولكي نذكر دول أعضاء بأهمية هذه الأدوات التي يمكن استخدامها ويجب أن ننهض بهذا السعي وسوف نقوم بهذا في الثالث من مايو ونستذكر الأمر في الثاني من نوفمبر وهو يصادف اليوم الدولي لإنهاء الحصانة من المسائلة أو الإفلات من العقاب وأنا محثكم محث رجال الإعلام لكي نعزز من هذه الأيام الثلاثة وأيضاً أدعوكم لكي تكونوا جارئين لكي تتحلوا بالشجاعة على سبيل المثال قيس نعيمي هذا رجل منذ سنتين كتب ثمانين مقالاً بشأن الصحافة البطولية وخمنه هو قرأت تلك المقالات وأيضاً العامة قرأتها وأحبتها وبطبيعة الحال أنا أعلم أن ثمت الكثير من المساحات التي يمكن توظيفها لتعزيز مقالات كهذه على سبيل المثال عوضاً عن القول إن الصحفيين هم الذين يأتوا بالأخبار يمكنكم أن تقولوا في الثالث من مايو الصحفيون سوف يعززون من توفير الأخبار وبذلك تتوأم هذه الأزملة مع ما يقوم به الصحفيين في الثاني من أكتوبر وفي الثالث من مايو وبالتالي فإن اليوم العالمي سوف يشكل منبراً أساسياً لإنهاء الإفلات من العقاب من أهمية ممكان أن نجتذب العامة لكي يتعاطفوا مع عمل الصحافة وأخيراً أريد أن أقول أنه في نوفمبر سوف ننشر التقرير الذي يصدر كل سنتين من قبل إيرينا بوكوفا بشأن سلامة الصحفيين وخطورة الإفلات من العقاب إن هذا التقرير سوف نتحدث عنه بعد ستة أسابيع ستتحدث عنه الدول الأعضاء لذلك أرجو أن تصلتوا الضوء على أهمية هذه الوثيقة إن أسرة الأمم المتحدة مهتمة بسلامة الصحفيين لكننا بمفردنا لا يمكننا أن أحيل المسألة يجب على الجميع أن يدلوا بدلوه الإعلام لا يتخلف بل يلحق بالركب ويتعين على الجميع أن يدلوا بدلوهم لكي نتأكد أن أولئك الذين يريدون أن يقترفوا جرائم ضد الممارسين وضد الصحفيين لن يفلتوا من العقاب إن رسالتي إليكم هي التالية القمة هذه يجب أن تمهد الطريق ويجب أن تعزز من الوتيرة شكرا جزيلا لكم وتمنى أن أراكم في هلسينكي حيث سنتحدث بالتفصيل عن الخطوات الممارسة العملية التي يمكن اتخاذها لحماية الصحفيين وما يمكن لأم المتحدة أن تقوم به شكرا لكم الكثير من الرسائل التي شملتها تلك الكلمات شكرا لك سيد جاي بيرجر إذن ننتقل بكم الآن لمتابعة أعمال القمة العالمية الثالثة لكن مع كوكبة من المتحدثين قبل ذلك ندعوكم ندعو الحضور الكريم لتحميل التطبيق الخاص بالقمة على هواتفهم لمتابعة مجرياتها ومواعيد جلساتها والنقاش بشأنها وكذلك التواصل فيما بينهم إذن التحميل هو موجود الآن كما قيل لي على الشاشة أمامكم ضيفنا الأول في الفقرة القادمة هو سيد جاري بروت الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشييتد برس جاري بروت هو المدير الثالث عشر الذي يقود وكالة أسوشييتد برس منذ تأسيسها عام ألف وثمانمائة وستة وأربعين وقد أصبح رئيساً ومسؤولاً تنفيذياً أول للوكالة في يوليو 2012 كما عمل لثلاث فترات عضواً بمجلس إدارتها بما في ذلك منصب نائب للرئيس فليتفضل مشكوراً سيد جاري بروت سيد جاري بروت سيد جاري بروت بروت المجدد ويجرؤون لأنفسك الجزيرة بشكل جيد جانب بإمكانك الإعلام لأنها وغيرها نحن لقد بدأنا بفهم التحديات والفرص المتاحة أمامنا ونحن نجرب رواية القصص التي نرويها للمشاهد ساي أشار للكثير من هذه الاتجاهات الموجودة أمامنا هذا النطاق العريض الموجود وكذلك نصف سكان العالم يستخدمون الانترنت من خلال الهواتف النقالة بشكل أساسي ونتيجة لذلك فإن استهلاك الخبر أصبح مساءلة نشطة لاستخدام الوقت طوال الوقت وإن الناس مرتبطون على شبكة الانترنت بشكل متواصل ورأينا انفجارا لاستخدامات للبيانات والصور وكذلك النصوص وهذا في استمرار نحن كمؤسسات إعلامية نعلم أن الشبكات الاجتماعية والطلب على الأخبار سيكون في تزايد لكن العرض كذلك سيكون في تزايد وكثير منه لن يكون بجودة عالية لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نقوم بجعل تقاريرنا الإخبارية تكون متميزة نحن في الاسوسييتد بريش نعتقد أنه لابد أن يكون هناك التزام بالصحافة المتميزة والتزام بالمبادئ بما في ذلك حرية الصحافة والسلامة بالنسبة للذين يعملون معنا هذه تعتبر من المبادئ التي تطبق في كل زمان ومكان وطبعا الزمن يطلب منا نفكر بشكل مختلف في هذا التخصص الإعلامي لابد أن يكون هناك ابتكار داخل مؤسساتنا ولابد كذلك أن يكون تعاون مع شركاء كبار وكذلك أن نستثمر في فرص واعدة أنا سأوفر بعض الأمثلة حول هذا الأمر في السنتين الماضيتين إن أسوسييتد بريس كانت تحاول أن تجعل الحكومة تغير لوائح الترجع الإرشادية في الحصول على المعلومة هذا الجهد بدأ قبل سنتين عندما تم إلقاء وضبط المعلومات الخاصة بنا وكذلك قامت الكثير من الوسائل الإعلامية بذلك وهذا أدى إلى تغير كبير في الممارسات واللوائح الإرشادية التي نعتقد أنها ستعزز حماية الصحفيين في السنوات القادمة نحن كذلك وقفنا جنبا إلى جنبا مع صحفيين كثر مغتيرون منهم موجودين هنا في هذه القاعة لدعم مبادئ الصحافة وهذا سيبقى مهما بالنسبة للأسوسييتد بريس نحن فقدنا أول صحفيين في الشرق الأوسط في 2014 و35 صحفيا في تاريخنا لا بد أن نضمن سلامة الصحفيين إن هذه القضايا المهمة هي معركتنا وهي كذلك معركة محتدمة هناك لا بد أن يكون هناك تركيز على الابتكار وفي الأسوسييتد بريس جزء من ذلك يتضمن زيادة عملنا واستثماراتنا في المشاريع الناشئة المتعلقة بالابتكار في الولايات المتحدة لقد أجرينا شراكة مع عدد من شركات ستة منها في سيليكون فالي وكذلك ماتر أكسلريتر يوفر الإرشاد وكذلك المساعدة بالنسبة للشركات الإعلامية المبتدئة حتى تستمر بوتيرة سريعة في المجال و12 منها تم إطلاقها ونأمل أن يتم إطلاق 12 آخرين في 2016 إن أسوسييتد بريس كذلك قامت بالاستثمار في الكثير من الشركات الواعدة إن شهودنا واستثمارتنا هي تمضي باتجاه التقارير وتعزيز التقارير والتكنولوجيا لتحويل البيانات إلى قصص خبرية آلية ذاتية الإنتاج أو ذاتية التحرير نحن نحاول أن نصل إلى درجات متقدمة فيما يسمى في الصحافة الروبوتية أو الآلية نحاول أن نزيد عدد التقارير الإخبارية التي يتم إطلاقها ولقد كذلك قمنا بالاستثمار في بامبوزر وسيم داسك واحدة في السويد والثانية في كندا ونحاول كذلك أن نعزز المحتوى الذي يقوم بإنتاجه المستهلك أو المشاهد ونحاول كذلك أن نغطي كل ما يجري بما في ذلك الألعاب النارية التي كانت في دبي في العيد في السنة الميلادية الجديدة وطبعا نحن نحتاج أن نتعاون بشكل كبير جدا نحن كذلك نعمل مع الشبكات الاجتماعية حتى نخلق محتوى كما خلق السيد ساي أنه لا بد أن يكون هناك تقاسم لهذه المعلومات تكامل ما بين النصوص والصور والمادة المصورة والمادة السماعية كلها لا بد أن يتم دمجها حتى نختبر الاستخدام الجيد في التبادل الإخباري نحن كذلك عملنا مع شركات تكنولوجيات مختلفة لاستخدام الخيال المرئي وكذلك التصوير على درجة 360 في الختام أريد أن أشير إلى مثال إلى حول التزامنا بجودة الصحافة والابتكار كيف أنهما اجتمع بشكل رائع في واحدة من أفضل القصص التي تم إنتاجها من قبل الأسوسييتد بريس وبشكل مباشر نتيجة لذلك أكثر من ألفي عبد تم تحريرهم نتحدث عن 2015 ما حدث أنه في 2015 فإن أسوسييتد بريس قد أطلقت عدد من القصص التي حاولت من خلالها قصص استقصائية والتي تتعلق بعمالة العبيد وبالتالي فإن هذه السلسلة زعزعت هذا القطاع قطاع التايلاندي للأكلات السمك الذي يساوي سبع مليارات نتيجة لذلك فإن هذه القصة توضح نوع النتائج التي بإمكان أن نحققها من خلال الصحافة الاستقصائية المهمة وكذلك من خلال تحقيق بصمتنا كأي بي لم نقم بذلك بشكل منفرد وإنما من خلال شركة اسمها ديجيتل غلوب من خلال تكنولوجيا عالية الجودة لتعقب السفينة وكذلك تعقب العبيد الذين كانوا يعملون عليها وتم تعقبها هناك وهؤلاء العبيد تم تحريرهم بتعاول من الحكومة الإندوليسية وكذلك المنظمة الدولية المعنية بالهجرة هذه القصص أدت إلى ردة فعل سريعة من خلال الحكومات المختلفة وعدد من الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم وكذلك تم احتجاز عشرات السفن وكذلك بعض المصانع تم غلقها وكذلك تم تنديد بما جرى من قبل رئيس أوباما والذي قام بالتوقيع على قانون لسد هذه الثغرة التي سمحت بهذا النوع وكذلك الاتحاد الأوروبي كذلك فرد كذلك بعض التدابير وكذلك بعض الشركات وعدت بأن تتقدم بإصلاحات إذن هذه هي أشياء التي تم تحقيقها من خلال هذا التصوير لصحافة الاستقصائية ومع استمرار هذه القصص فإن مهمتنا تبقى مهمة طوال الوقت لكن لا أحد بإمكانه أن يقوم بهذه المهمة بمفرده لا بد أن نعمل مع بعضنا البعض وأنا أتطلع للتعلم منكم جميعا في هذا المؤتمر لنستكشف فرصا جديدة وطبعا الأسوسييتد برس بدأت قبل مائة وسبعين سنة والتعاون يبقى هو الدرس والنقطة الأساسية التي نتقاسمها في الأسوسييتد برس نحن نؤمن بأن التحديات والفرص هي واضحة ونحن جاهزون ومتحسسون تحمسون لنتابعها ونحققها بأفكار جديدة شكرا جزيلا لك شكرا لك سيد جاري بروت المدير التنفيذي لوكالة أسوسييتد برس المزيد من التأكيد إذن في هذه الكلمات على ضرورة استكشاف فرص جديدة للتعاون والتبادل الإعلامي الكلمة التالية لسيد ماساكي فوكوياما مدير ورئيس التحرير بوكالة أنباء كيودو تخرج السيد ماساكي في جامعة كيو كلية القانون والتحق بوكالة كيودو للأنباء في عام 98 أصبح كبير محررين وذلك في قسم الأخبار السياسية حتى أصبح عام 2007 مديرا عاما ورئيس ورئيس تحرير عام 2013 فليتفضل لإلقاء كلمته سيد ماساكي فوكوياما فليتفضل لإلقاء كلمة شيك حمد بن سامر أدساني كايشو دكتور مصطفى سواق شاكو دايكو وهو لعب دورا أساسيا منذ تأسيس هذه القمة العالمية إن كيوتو تلعب دورا أساسيا في هذا المقام وكما تعرفون هناك الكثير من التفاصيل الخاصة بالإنترنت وكما تعرفون إن الاقتصاد قد انكمش في اليابان ولكن الصحافة دعمت من قبل مؤسسات مختلفة وفقا للمحررين ورابطة المحررين نقول أن اليابان وإن الصحف هي بواقع 45.5 مليون وكانت هي بواقع اختلاف يصل إلى 1.6 مليون في السنة الماضية وبالتالي إن المبيعات انخفضت على نحو المريع مقارنة مع السنة الماضية إن دور النشر أثرت عليها هذه الاختلافات في الأسعار والانكمش الاقتصادي لعب دورا أساسيا في تخفيض هذه التسعير لسيما شحوا الإعلانات في هذه الصحف وهذا طبعا أثرت تأثيرا سلبيا على ما يجري في اليابان وفقا للبيانات التي حصلنا عليها من قبل شركات الإعلان اليابانية فإن الإنفاق في عام 2015 ارتفع بواقع 0.3 بالبيئة عما كان عليه الحال 6700 مليون ين وهذا بواقع 10.4% وبطبيعة الحال هذا الانخفاض مقارنة بذلك انخفضت المبيعات في الصحف المكتوبة وهذا انخفض بواقع 6.2% وصل إلى 6 في عام 2015 إلى الإنفاق على الصحف قد وصل إلى 500 مليون ين بينما وصل ذلك إلى 11.4 تقريبا ضعف تلك الإنفاقات بشأن الإعلانات وفي عام 2010 وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا أساسيا في تغيير خارطة استهلاك المواطن وتوصيل المعلومات وقد أوصلنا ذلك إلى تغييرات الرادية إن اليابان والشبان والشابات وثقافة الإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وعزوفهم عن الصحف وقراءتها والإعلانات التلفاز لعبت دورا أساسيا وهي تنمو على نحو بطيء بالإضافة إلى هذه التغييرات في البيئة اليابانية عند اليابان تواجه مشكلة مرتبطة بالاشتراكات وإلغائها بسبب طعننا بالسن أولئك الذين لا يستطيعون قراءة الصحف أصلا إن شركات الصحف في السنوات الماضية انخفض هامش ربحها وهذا التوجه من المتوقع أن يستمر أيضا إن شركات الصحفة اليابانية نهضت بتعزيز الشق الرقمي منذ عام 2000 ولكن المحررين الذين لعبوا دورا أساسيا في ذلك المقام لم يصلوا إلى نجاح باهر بسبب تغيير هذه الثقافة الرقمية ولسيما دخولنا إلى حقبة الهواتف الذكية ووصولنا إلى المعلومة إن شركات الصحفة لديها مواقع وقد أنشأتها في التسعينات وبطبيعة الحال بعض محتواها كان يعرض مجانا ولكن هذا لم يفضي إلى إيرادات مميزة وكريتش لذلك بعض شركات الصحفة وفرت ما يسمى بالفريميام مودول وهذا هو نموذج مرتبط بالهواتف النقالة الذكية والمواقع تنقسم إلى قسمين قسم مجاني يمكن لليابانيين أن يستخدموا هذا المحتوى مجانا وهناك أيضا منطقة أخرى يمكن أن يدفعوا اشتراكات وبطبيعة الحال هناك مستوية مختلفة بالاعتماد على الإقبال في أبريل في سنة الماضية بيوتو نيوز اشترت شركة أخرى ومن خلال مشروع مشترك رفعوا من سقف التعاون بينهما لسيما فيما يخص الملكية الخاصة وهذه الشركتان لعبتها دورا نساسيا في ديسمبر السنة الماضية نقيم تعرفون تتأيه وفتحت فرعا لها في توكيو وبالساني تحسن الوضع بعض الشيء ولسيما حينما لجأت هذه الشركات إلى وسائل التواصل الاجتماعي ذات المحتوى الذي يعتمد على در الأموال من خلال المشاركين وإن المقالات كانت تحول إلى المواقع الإلكترونية وكانت تعرض على نحو يجتذب الشبان والشابات بما في ذلك الهواتف النقالة أيضا إن الإعلانات أيضا لعب دورا نساسيا لسيما من خلال ربطها مع المقالات ومع المحتوى التقني أو الفني إن اليابانيون كما تعرفون يميلون إلى استخدام الأدوات الذكية وكما تعرفون اليابانيون يروقهم أيضا الألعاب الأولمبية وإن الألعاب الأولمبية في بيونتشان في عام 2018 وإيضا بطولة الرقب في اليابان في عام 2019 سوف تضضب في ذلك البلد وإيضا هالوليمبياد والباراوليمبياد في توكيو سوف تلعب دورا أساسيا في نشر المعلومة وتعزيز المحتوى الرقمي وتعزيز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة أو الحقبة الرقمية وفقا لما يجري فإن أولمبياد توكيو سوف تلعب دورا أساسيا في تمهيد الطريقة لتعزيز هذه المحتويات وتنشيطها من خلال الاحتماد على التكنولوجيا والغرافيكس وأيضا الهواتف الذكية وأيضا الإعلات لقد أبلغت الموظفي في كيو تو هذه الوكالة أبلغتهم بالموأمة بين الأمرين صحافة المكتوبة والأدوات الرقمية التي تترعب دورا أساسيا في هذا المقام يتعين علينا أن اجتذب العام من خلال سرد القصص وسوف نصلت الضوء أيضا على دقة وإنصاف القصص الجديدة وأيضا تعزيز تغطية الأخبار وكما تعرفون الأخبار الطارئة تلعب دورا أساسيا وتعتبر الشرايان قطاعنا وهذه الأجزاء يجب لملمته أيضا بصحة تعبير شكرا جزيلا لحسن إصغائكم شكرا لسيد مساكي فوكياما مدير ورئيس التحرير بوكلة أبا كيو دو الكلمة التالية للسيدة يوليسا فالي الرئيس التنفيذية لقناة أم نت درست يوليسا بمدرسة جيلد هال للموسيقى والدراما وتخصصت في البيانو والكمان وسرعان ما وجدت نفسها غارقة في الموسيقى الشعبية في عام 98 التحقت يوليسا مخرجة بالبي بي سي سيكس وهي المحطة الإدعية الموسيقية الأولى خلال ثلاثين عاما عادت يوليسا إلى جنوب إفريقيا عام 2004 حيث التحقت بشبكة أم نت رئيسة لقناة أو زيرو وفي 2009 تولت منصبة مديرة القناة لقنوات الترفيه حيث لعبت دورا فاعلا في قيادة استراتيجية المحتوى فلتتفضل مشكورة شكرا جزيلا طاب مساءكم أيها السيدات والسادة الضيوف الكرام إنه لا شرف بالنسبة لي أن تتم دعوتي للحديث في هذه الفعالية طلب مني أن أتحدث عن مستقبل المؤسسات الإعلامية لكنني أعمل في مؤسسة ترفيهية أريد أن أروي قصة قبل ثلاثين سنة في جنوب إفريقيا عدد من رواد الأعمال بدأوا تجربة إطلاق شركة للتلفزيون المدفوع وفي ذلك الوقت صدقوا أو لا كان هناك فقط مؤسسة مدفوعة في العالم هذه الشركة اسمها أمنت وبعد ثلاثين سنة أنا فخورة لأكون المديرة التنفيذة لهذه الشركة وأمنت هي جزء من عدد من الخيارات وقد تطورنا وتوسعنا من شركة واحدة إلى ثلاثين شركة ونحن حصلنا على عدد من الجوائز وكذلك نحن نخدم ما يزيد عن مئة بيت في خمسين دولة إفريقية وعلى الرغم من الرسائل التي تقول بأن تلفزيونات الخطية لقد لاقت حدفها هذا غير صحيح ولقد زدنا القاعدة قاعدة المشتركين بنصف مليون ولقد زدنا واحد فاصل ثلاثة من المشتركين في غرب إفريقيا فإننا من خلال هذه القارة حيث أن الفخر بالنسبة لنا هو مهم لأننا تم خلق فرص عمل كبيرة من خلال شركات مختلفة ونحن نغطي كذلك الخدمات على مستوى القارة نعم لقد حققنا كثيرا منذ بدء هذه المحطة المدفوعة وكما سألتم بشكل محق ما هو المستقبل وماذا يحمل في طياته عندما نتحدث إمر من شارك في بداية هذه الشركة ما نتتذكره في هذه البداية أن هناك ضرورة ليس فقط لفهم المستقبل وما يحمل في طياته وإنما تشكيل المستقبل وإنما كذلك أن تعيق أحيانا هذا المستقبل وتعطله وأحيانا تحاول أن تجعل من نفسك محولا ومغيرا لهذا المستقبل نحن سنحاول أن نجد سبلا لتعزيز التكنولوجيا وتوفير المحتوى الذي يفاجئ وكذلك يرفه وكذلك يعطي المعلومة للمستخدم لا بد أن نبقي الجميع لنكون مواطنين أفضل بشكل متزايد ونحن نتطلع إلى مستقبل المؤسسات الإعمال الإعلامية فإن الحوار يركز على ثلاث كلمات وما هو مثير الاتمام هذه الكلمات ليست جديدة إن كلمات قديمة وأريد أن أقضي بعض الوقت لأشرحها لماذا نعتقد أن هذه الكلمات الثلاث ستبقى أساسية في مجالنا بالنسبة لأي مؤسسات إخبارية أو إعلامية كانت تريد أن تبقى في المستقبل المحتوى هو الكلمة الأولى المحتوى كان دائما وسيبقى دائما وهو شريان كل مؤسسة إعلامية المحتوى في منصتنا يتغير بشكل مستمر ومستقبل المؤسسات الإعلامية يعود لهؤلاء الذين يحملون محتوى ذوصلة ويعلق في الأذهان النقطة الثانية والكلمة الثانية هي التكنولوجيا التكنولوجيا تقود كل شيء من الطيران إلى السفر إلى السينما وكذلك في الطيارة إلى هنا تابعت برنامجا وثيقيا لجورج ووكس لوكس والذي شد انتباهي من خلال روايته لهذه القصص من خلال استخدام التكنولوجيا وكذلك هذا يخلق مساحة لمنتجين جدد وشركات جديدة هؤلاء الأشخاص ينتجون محتوى يناسب ليس فقط المستهلك وذوقه وإنما كذلك خياره ومنصاته وأدواته وحتى نكون قادرين على البقاء لا بد أن نفهم كيف بإمكاني التكنولوجيا أن تعزز حياة الناس وكيف أنها تغير عاداتنا واهتماماتنا إن قطاع الموسيقى علم بأنه إذا ما تجاهلت التكنولوجيا فهذا سيؤدي إلى نهاياتك والنقطة الثالثة أو الكلمة الثالثة هي الزبون أو العميل اليوم لدينا منافسة كبيرة وحتى نكون وجهة أساسية لا بد أن نتعامل مع العميل على أنه ذهب لا بد أن نتعامل معه على أنه مهم هناك شبكات مختلفة موجودة تويتر وما إلى ذلك أكثر مرونة وهي كذلك خالية من أي كلفة ومن لوائح تنظيمية وكذلك إمكانك أن تحصل عليها بشكل سريع جدا إذا ما تساهلنا وإذا ما لم نوفر خدمات ذات جودة عالية فإننا سننتهي لا بد كذلك أن نعزز طريقة قياس الرضا الجمهور حتى نتمكن من توفير ما يريده الزبون أو العميل وما لم يتوقعه هذا العميل فيما يخص الأخبار كما قلت إن أمنة هي شبكة ترفيهية لكننا جزء من مالتي تشويس بمعنى جزء من هذا الخيار المتنوع ونحاول أن نفضل ونقدم أفضل الخيارات ولدينا نفاذ لما يزيد عن أربعين شبكة مما في ذلك روسيا اليوم البي بي سي الجزيرة وما إلى ذلك من الشبكات أنا مخرجة في البي بي سي وورلد سيرفيس الخدمة العالمية وأنا أعلم كيفية التحدث إلى المستقبل في البي بي سي يقولون وأنا أرى أن المؤسسات العلمية بشكل متزايد تنظر من نفس المنظار عندما يتعلق الأمر بالمستقبل وكيفية ملاحة طريقنا بهذا التجاه هذا يؤكد على أهمية التركيز على الخبر وتركيز الخبر على التكنولوجيا على الخبر والأشخاص والأفراد هذا يعني بأن التكنولوجيا والمحتوى والعميل هي الأداة الأساسية لألبقاء والبي بي سي تقول إن الشبكات الإخبارية ستصبح أكثر قيمة ولأن الإنترنت بقامته لا يبقى الجميع يعلم ما يجري وإنما يسلط ويكبر المعلومات ويقدم كذلك استقطابات وعدم تفاعل بين الأفراد وما إلى ذلك يقولون وأنا أقول إن وظيفتنا هو النبقي المشاهد على علم وكذلك أن نزيح كل الشوائب التي قد تكون موجودة في الإنترنت حتى نقدم منظورا متعدد الأطراف البي بي سي ليست الوحيدة التي تعلم أن التحديات التي نواجهها هي المعركة ما بين الخبر والضجيج حتى نبقى وننمو لا بد أن نتجاوز هذا الضجيج بما في ذلك صحافة المعلومة والخدمات المصممة خصيصا للفرد والمشاهد حتى نطور وكذلك أن يكون لدينا جمهور نشط ومشارك كلنا نحتاج أن يكون هناك تفاعل حتى يكون لدينا صلة بما يفكر فيه المشاهد المشاهد الذي لديه خيارات أكبر وكذلك أصبح متعودا على خدمة محددة له تستجيب لاحتياجاته في نفس الوقت نحن غيرنا هذه التطلعات ونحن لا بد أن نفكر في كيفية استخدام التكنولوجيا من أجل تحديد وتفريد هذه القصص إن الخط ما بين صانعي الخبر وآخذي الخبر هذا الخط أصبح رفيعا للغاية وبالتالي ونحن نتطلع إلى المستقبل لا بد أن ننظر إلى الوراء ونقول أن الأشياء التي بدأت في جنوب إفريقيا في الستينيات من القرن الماضي كان ينظر إليها على أنها جنونية لماذا كان الأشخاص يريدون أن يدفعوا النظير حصول على خدمة تلفزيونية في وقت كانت فيه مجانية لكن الواقع أنهم كانت لديهم رؤية وبالتالي كانوا يرون المستقبل ويرون ما بإمكان التكنولوجيا أمكانها أن تحقق وغيروا التلفزيون بشكل كامل في إفريقيا إن العالم يتغير بوتيرة أسرع مما كان عليه وليس بإمكان أي شخص يقول وبشكل واضح ما يحمله المستقبل في طياته لكن ما نعلمه أن الأشياء أن الناس يستهلكون الأخبار والترفي بشكل أكبر من أي وقت سابق وهذا التجاه هو في تزايد وآلية التوصيل تتغير والمحتوى سيبقى وسيزدهر وهذا ما يجعل هذا المجال ممتعاً وأنا أتطلع في الأيام القليلة الماضية لأسمع كيف تنظرون إلى المستقبل في الختام شكراً لإعطاء الفرصة لأقاسمكم أفكاري شكراً للجزيرة لاستضافة هذه الفعالية الرائعة شكراً للجهات المختلفة وشكراً لوقتكم شكراً إذن للسيدة يوليسا فالي لن نطيل عليكم الكلمة التالية للسيد رام رئيس مجلس الإدارة والناشر لموقع وصحيفة The Hindu إلى جانب شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة Castery & Science وناشر صحيفة The Hindu يعتبر رام من الصحفيين السياسيين كما تخصص في الصحافة الاستقصائية انتخب رئيساً لقسم الهند المعاصرة في مؤتمر تاريخ الهند عام 2011 وحاز على جوائز بادما بوشان للصحافة في عام 1990 وارتنا سريلانكا وصحفي العام الاستقصائي الأسيوي من مؤسسة الصحافة الأسيوية وجائزة بيدي جوينكا للتميز في الصحافة وجائزة خرجي مدرسة كولومبيا للصحافة وهو أحد الأمناء المؤسسين لهيئة تطوير الإعلام التي تشرف على إدارة الكلية الأسيوية للصحافة فليتفضل السيد رام لإلقاء كلمته المشروع المميزة وقد حان الوقت لوجود هذه القمة بينما وصلنا إلى الحقبة الرقمية وتأثيراتها على الصحافة وقد سمعنا أيضا تأثيراتها على الترفيه وهذا الوقع وهذا التأثير كان متقطعا بعض الشيء ولكنه كان خلاقا ولكن ما هو الفرق بين الخلاق وغيره يعتقد أن الإجابة ليست بسيطة يمكننا أن نقول أن المسألة معلقة بشأن الإجابة على هذا السؤال منذ سنوات منذ خمس سنوات المزاج كان تشاؤميا حيث أن الدول النامية كانت تتحدث عن مستقبل الإعلام ومستقبل الصحافة ولكن الناس كانوا يتحدثون بتشاؤم عن هذه الوجهة المؤسسات الإعلامية كانت تعاني من الأزمات والصحافة كما عهدناها وصفت طبعا بمبالغة وصفت وكأنها تتفتت وتنقسم على نفسها تنهار وتتداعى وكان ثمة رؤية غير واضحة في الأسواق أنذا بشأن مستقبل الصحف لقد شاركت في برج عمل وحسس التدريسية وتحدث عن مستقبل الصحافة المكتوبة وأتذكر أنني شاركت في القبر العالمي للإعلام وأيضا في أكتوبر في عام 2011 ذهبت إلى فيينا وشاركت في مؤتمر رانفرا كريستوفريز أنا ذاك المدير التنفيذي وعن نحو مشهور تحدث أن نشر الصحف كالشمس تشرق من الشرق وتغيب في الغرب ونحن الدول النامية وبما في ذلك الهند اعتقدنا أنه كان حكيما في تلك الفترة ولكن دعوني أقول بعض الشيء عن الخارطة الإعلامية في الهند إن الهند كما تعرفون لديها وضع تعددي متنوع بشأن الإعلام التلفاز والصحف ومنابر الرقمية والإنترنت ومشاكل ذلك نحن نؤمن أنه ثم تعالميني من الإعلام نحن وهم نحن لسنا فقط لا أعني بذلك الهند ولكن أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا كنا ننمو وكانوا يتداعون ومشاكل ذلك ويبدو كأن تلك الفكرة المرتبطة بالفستاطين كانت ساذجة ثمت كر وفر ثم تتذبذبات تطغى على البرازيل وآسيا وأفريقيا والهند ومشاكل ذلك إذن لا نستطيع أن نقول أن الأمر مرتبط نحن وهم ثم تتباطئ في النمو في الكثير من الدول النامية وقد أشار الزمالاء أو أشار سيد سينوان لأيام العصاب التي تأثرت بها المؤسسات التقليدية في الصين وأعتقد أن الأمر السيان في الهند ولكن البيئة قد لم تكن مواتية للصحافة في الكثير من البلدان النامية وبهذا الصدد أقول أن وكالة سينوان ومبادرتها العظيمة لإطلاق القمة العالمية للإعلام وهو أمر أساسي والآن نحن نعلم أنه يتعين الوصول إلى تسوية بين وضع الإعلام الجماهيري في الدول النامية والدول المتقدمة يجب أن نشتر الهوى بين الطرفين ويجب أن نصل إلى تسوية أيضا بين الصحفيين ووكالة الأنباء التي تعمل بخبرات مختلفة وبمنظومات مختلفة أنا أعارض تماما سلوك التجاهل الذي نسمعه دائما وأبدا عندما نقرأ المقالات في الصحف الغربية تستشف بعض الشيء يتعين احترام خبرة كل بلدين بغض النظر عن نقدك واختلافك عنها وكفية عملها وبهذه الروح أعتقد أن القمة العالمية للإعلام لعب دورا إساسيا وأحرز التقدما باهرا منذ عام 2009 منذ انطلاقها في بكين ومن ثم في عام 2011 في موسكو ومن ثم هذه القمة الإعلامية الثالثة في الدوحة أعتقد أننا قطعنا شوطا طويلا لن نقود في تفاصيل وعمل القمة العالمية للإعلام وتفاصيلها ولكن مساهمتها الأساسية مرتبطة بالحديث عن سلامة وأمن الصحفيين لقد تحدث المتحدث في الجلسة الاستهلالية في مراسم الافتتاعي هذا الأمر بشغف وهذه أمور مفتاحية القمة العالمية أيضا لديها جائزة تميز وكنت جزءا من تلك الجهود ثمت استجابة مميزة تثلج الصدر من قبل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من كثير من البدن السيما البدن الغربية أيضا ثمت الكثير من من يكونوا فعله ثمت مبادرات يجب إطلاقها وسوف نقررها في هذه القمة وقد تحدثنا عن هذا الأمر سابقا ولكن أعتقد أن هذا التنظيم وهذه المؤسسة مؤسسة القمة العالمية للإعلام تحتاج إلى دعم ورواد الأعمال في هذا المقام أرفع لهم قبعتي وأحترمهم ولكن أتعين أن تضافر الجهود جامعها والجزيرة وعظمها ومساهمتها المميزة في إنجاح هذا المؤتمر وصدافته مساهمة مميزة في هذا الخضم نهجيا مرتبط بالصحافة تتخلله إطارات مختلفة ما هي أدوار وكالة الأنباء في مجتمعنا ثمت مبدأين أساسيين أولا الحصول على معلومات الذاتية بإصداقية وتوفيرها للعامة وهذا هي تطلب ثقة العامة أو القرى أو المشاهدين المجال الثاني هو متصل بوظيفة حاسمة ناقدة تأملية تحليلية في بعض الأحيان نرى أنفسنا وكأننا الجهة الرقابية للمصلحة العامة إذا ما قبلوها أو لم يقبلوها لا أدري في بعض الأحيان نناوئ ذلك وبقد نظر عن ذلك هذه وظيفة حاسمة مهمة مستقلة هاتان الوظيفتان مركزيتان عندما يتصل الأمر بالصحافة أينما حلت وبغض النظر عن وقعها ثمت مشتقات لهذه أو هاتين الوظيفتين أنا لا أعنى بالترفيه الترفيه العبد والأساسيين ولكن أنا لست على دراية بالترفيه ولكن من هاتين الوظيفتين الأساسيتين ثمت فروع أولاً وكالة الأنباء والتعليم العام لسيمة العلوم والسياسة ومشاكل ذلك ونواحي الحياة المختلفة يجب التركيز عليها ثانياً ما سمها المسرحي الأمريكي الصحيفة الجيدة هي تعكس حديث العامة مع العامة وإطلاق الجدل والنقاش وإثارته وأيضاً التأمل الأمة تتحدث مع نفسها المجتمع يتحدث مع نفسه هذه وظيفة نشطة للصحف يجب تطويرها ثالثاً إذا ما قمنا بهذا على نحو جيد يمكننا أن نصل إلى ما يسمى ببناء الأجندة وليس وضع الأجندة أنا لا أضع الأجندة ولكن أني أسهم كصحفي في بنائها كوكالة أنباء في بناء لبنات الأجندة والخليقة المميزة وهنا يحدث بالمطاف للحديث عن الواجبات والمسؤوليات أعتقد أننا نختلف بشأن بعض التفاصيل لأؤمن أنه بعد تحقيق هوتشنسون ونظريات ما سمي بي الصحفة الحرة والحقوق كما نعرف مهمة وحرية التعبير مهمة ولكن ثم مهمة ومهمة ومهمة واجتماعية والمسؤولية الاجتماعية يجب إرساء دعائمها وهي فعلا كذلك في كفة أرجاء العالم أولئك الذين يعدون بوضع أشروط وتعزيز هذا الجزء عوضا عن ذلك هذا لا نفضي بنا إلى شيء يجب أن نضرب التوازن ويجب أن نتحلى بالشجاعة أنا شخصيا أقول وأجر على القول أننا نناصر وكالات الأنباء والإعلام الحر الذي يعزز من الصحفين ويعزز من حقوقهم للاستكشاف والاستقصاء والاستقلالية وفي ذات الوقت لدينا مسؤولية اجتماعية ومسؤولية حرفية مهنية وأعتقد أن هذه القضايا قد طفت على السطح اليوم إن القمة العالمية للإعلام وهذه المؤسسة يمكن أن تحدث فرقا هائلا المسألة قد تكون معلقة إذا ما كنا سنلج في فترة مزدهلة من الصحافة أو عدمها أعتقد أن التشاؤم قد ذهب أدرج الرياح بعض الشيء هناك عالم تحدث عن العصر الرقمي وتحدث عن موت الصحافة وكأنك ترمي بأسباكيتي على الحائط وبعضها يعلق على الجدار أو الماكورونا ولكن ما هو الشيء الذي يمكن أن يعوض العمل الذي قمنا به في القرن العشرين ما هو الشيء الذي يمكن أن يعوضه ما هو النموذج نموذج العمل وما هو نموذج الإيرادات ليس لدينا إجابة المسألة تزال معلقة ويجب أن نكون نزهين وبعضنا البعض لكي نقر بأن هناك عمل يجب القيام به لكي نجيب عن هذا السؤال الإبتكار هو أمر أساسي لقد تأملنا اليوم في جانبين من جوانب الإبتكار الإبتكار في التكنولوجيا والإبتكار في كيفية تطبيق نتاجات أو منتوجات الأخبار كتغطية الأخبار ومشاكل ذلك كيف يمكن إجتذاب الجماهير هو أمر أساسي هناك حديث عن تفتت أو انقسام المشاهدين أنا أعرف ذلك من قطاع الشباب هناك أشخاص لا يقرؤون الصحف وهناك الكثير من الشباب لا يفعلون ذلك ولكن اليوم يجب علينا أن نجتذب الجمهور ولكن هناك سؤال ضخم هل يتعين علينا أن نجتذب الجماهير بحسب أذواقهم أو هل لدينا أجندة مستقلة رؤية مستقلة بغض النظر عن ذوق المتلقي هذه الأسئلة يجب الإجابة عليها وأنا فخور جداً لأن الهند الصحيفة التي أمثلها وهي عمرها 137 سنة وهي الأقدم في الهند وهي جزء من هذه السيرورة ولكن في الهند يجب علينا أن نوسع من تمثيلنا للإعلام وفي صحيفتنا لعبنا دور الأساسية في هذا المقام ويجب أن نجتذب آخرين ولكن يجب فعل ذلك ضمن الإطار والقواعد التي عززتها القمة العالمية للإعلام وثمت مؤسسات أخرى إضافية حتى هنا تلعب دور الأساسية الجزيرة في الدوحة لقد شهدتم وجود مؤسسات ثلاث تلعب دور الأساسية وتتعادض فيما بينها يمكننا تعلم من بعضنا البعض وهذا التعادض أمر الأساسي ولكن القمة العالمية للإعلام يجب أن تحافظ على سمتها على شخصيتها على أسلوبها في العمل وهذا الأسلوب أنا أثمينه تماماً أخيراً أريد أن أشكر الجزيرة ليس فقط للتنظيم والمساعدة اللوجستية وحفاوة الاستقبال ولكن العمل مع الأمان العامة للقمة العالمية للإعلام وتنظيمها وتعزيزها للجلسات الأساسية الأساسية ما وقع التكنولوجيا على الإعلام سوف أتابع هذا الجلسة غداً والجلسة الثالثة أيضاً نحو آلية لحماية الصحفيين وأيضاً هناك جلسة مميزة آسرة وريد أن تعلم منها ما يسمى ب سأم التحرير أو سأم الجماهير وأيضاً جلسة أخرى تعنى بقطاع المال والأعمال والإيرادات ومشاكل ذلك وهذا أمر أساسي أشركات الناهضة وأيضاً المدونين الكثير من الأمور تطفى على السطح وهي تشكل جزءاً من هذه الصورة الكبرى شكراً لهذه الدعوة وأنا أدعوكم جميعاً لدعمي من القمة العالمية للإعلام وآلياتها لكي نحاول أن نحسن من إدائها في السنوات القادمة شكراً لكم شكراً لك سيد رام كان عليّ تعلم على الأقل كلمات الشكر في كل من الهندية والصينية واليابانية لكن أعيدكم المرة القادمة إن شاء الله المتحدثان الأخيران هما السيد بافل أندرييف والدكتور مصطفى سواق حيث نترك الكلمة الآن لسيد بافل أندرييف نائب رئيس التحرير بوكالة سبوتنيك للأنباء وسيد أندرييف هو خبير في الشؤون الخارجية الروسية تخرج من جامعة MGIMO ونال الماجستر في إدارة الإعلام من جامعة West Minister عمل أندرييف في الحقل الدبلوماسي مساعداً للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الروسية ثم التحق بوكالة المعلومات والأخبار رئيساً بالإنابة لمكتبها بالمملكة المتحدة عام 2006 مستعجل سيد أندرييف وعاد إلى موسكو في عام 2008 لإدارة الاتصالات الدولية والمشروعات واستمر كذلك مديراً تنفيذياً للعمليات الدولية عام 2014 أهلاً بك أهلاً بك شكراً جزيلاً لجهدك في محاولة تلفظ اسمي بشكل صحيح الشيخ حمد بن ثامر الثاني الدكتور مصطفى السواق من دواعي سروري أن أكون معكم هنا في الدوحة أريد أن أعبر عن امتناني لشبكة الجزيرة وكذلك أريد أن أشكر وكالة أنباء سينكوا في استضافتي وكذلك مشاركتي في هذا الحدث لأول مرة نحن جزء من عضوية اللجنة الدائمة في القمة العالمية للإعلام نحن ممتنون وكذلك ملتزمون للمساهمة من أجل تطوير الحوار والتعاون المشترك فيما بيننا إن وكالة سبوتنيك هي علامة تجارية لعلامة إعلامية وهي توفر تغطية في ثلاثين اللغة من خلال عدد من المنصات بما في ذلك شبكات الإنترنت والهواتف النقالة مئات الصحفيين في عدد من الدول الذين يعملون من أجل توفير تقارير دقيقة من خلال النص والصورة وغيرها لإرضاء احتياجات الجماهير من رؤى مختلفة وهناك قصص كثيرة نبثها لا تبث في مناطق أخرى لذلك نحن نتطلع إلى منصات شبيهة بهذه لتبادل الأفكار حول كيف نمضي كجهة إعلامية لإيجاد تناغمات واتصاقات إن عنوان نقاشنا هو الصحافة في خطر ومستقبل المؤسسات الإعلامية هناك الصحافة مهددة وسلامة الصحفيين ومهنيتهم في خطر إذن نحن من خلال هذه المنصة نتطلع إلى مواضيع مختلفة نناقشها بما في ذلك التغيرات التكنولوجية وسرعة وطيرتها والبيانات وأما إلى ذلك هناك مصادر كثيرة وبالتالي من الصعب أن نرضي ونحتفظ بمصدر واحد وهناك بشكل متزايد الجمهور أصبح منتجاً للمحتوى بالإضافة لذلك هناك تحديات سياسية مما يؤدي لتغيير في اللوائح التنظيمية وبسبب كذلك التوترات الجيوسياسية وتدفقها للجهات المختلفة وكذلك مما أدى إلى استهداف الصحفيين في الصفوف الأولى إنه من خلال هذه الضغوط لا بد للحلول لا بد أن نتوصل إليها في غرف الأخبار وفي حوارات غرف أخوار متعددة وبالتالي فإن حماية أمن الصحفيين والتي تحدث عنها كثيرون كان هناك الكثير من الحديث عن وحدة الصحفيين في وجه هذه التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية لكن هناك فجوات فيما بين هذين الأمرين بعض الحالات المتعلقة بقتل الصحفيين هي تحظى بتغطية كبيرة لكن بعضها الآخر لا يتم حتى الإخبار عنها من أمثلة حدثت مؤخرا مثلا إغلاق صحيفة المعارضة في تركيا حدث بتغطية كبيرة في التفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وهناك كذلك مقترح قدم من قبل دولة في الاتحاد الأوروبي والتي أدت إلى سجن ليصل إلى خمس سنوات لأي تحريد ضد أمن الدول إن مثل هذه الأمور لا تكون محددة في المسودة التي ستدخل حيز التنفيذ في 2014 والتي ربما قد تفسح المجال إلى الضغط وقمع الصحفيين الذين ربما قد يغطون الأشياء بطريقة تراها الحكومة غير مناسبة هذا غير مقبول وطبعا لا يتم الحديث عنه بشكل كبير جدا إذن هناك الكثير من الحالات التي يتم تسليط كثير من الضوء عليها وأخبار أخرى تبقى في الرف ولا يسلط الضوء عليها وبالتالي لا بد أن يتم عكس ليس فقط الواقع وإنما كذلك السرديات المختلفة التي نسمع عنها من خلال هذا الواقع هذه الطريقة الوحيدة التي من خلالنا أن نعلق ونتأكد من الثقة التي تكون مثلا بالنسبة لجهات مختلفة لا بد أن لا تكون هناك جهة واحدة تنشر الخبر عندما يتعلق الأمر بالجرائم ضد المدنيين في سوريا مثلا إن الإفصاح عن المصادر هو مهم لكن لكن بعض هذه الجهات الرقابية لا تفصح عن هذه الأرقام وبالتالي هذا يؤدي إلى ازدواجية المعايير وكذلك يؤدي إلى مشاكل أخرى إن هذا النوع من التغطية هذا شيء أحيانا يرضي بعض الجماهير لكنه لا يفعل ذلك في السنة الماضية قمنا بالتعاون مع الـ ICM Research وكانت النتائج فعلا مذهشة ستين في المئة من المواطنين الأوروبيين والأمريكيين يقولون إنهم سيكونون مهتمين بالحصول على معلومات حول ما يجري في العالم ليس من مصادرهم المحلية وإنما مصادر بديلة أيها السيدات والسادة إن هدف ملاحظاتي ليس لأسلط الضوء أو ربما أتساءل عن نزاهة الصحفيين لدينا الكثير من الاحترام للصحفيين الذين يحاولون أن يعطوا الصورة كاملة بالنسبة لجمهورين إن هدفي اليوم هو أن أؤكد أن المؤسسات الإعلامية تواجه الكثير من الضغط وفي هذه البيئة غير المستقرة لا بد أن نشارك في الجهد الذي يؤدي إلى الفائدة المشتركة إن سياساتنا التحريرية إن سردياتنا لن تكون نفسها أنتها ستبقى منافسة لكن ما نحتاج أن نرمي إليه هواد التصاقات والتناغمات من أجل أن نصل إلى إنتاجات مشتركة ونتقاسم محتويات تتضمن آراء متكاملة حول ما يجري من أجل الجمهور نحن في سبوتنيك منفتحون لأي تعاون مع أي هيئة إعلامية حتى نعكس العالم بتعد ذاته الثقافية وأرائه المختلفة الكثير من شركائنا في مناطق مختلفة من العالم نحاول أن نتقاسم معهم المحتوى وهذا سيكون مهما من المنظور الاجتماعي للخبر مثلا الإرهاب وكذلك جذوره وكيفية مكافحة نحن منفتحون تجاه أي بحث مشترك إنتاج مشترك وكذلك تحقيق مشترك حتى نكون أقوية ونحضر بدعم شركائنا في الجوانب التي يبلون فيها بلاء حسنا أنا متأكد أنه ستكون هناك الكثير من القصص التي ستعزز ما يريده الجمهور حتى يكون هذا الطرح كاملا وشاملا نحن كذلك نتعاون من خلال المنصات المشتركة لغرف الأخبار وكذلك للجمهور من خلال التكنولوجيا وما هو أهم من ذلك لا بد أن نزيد من التفاعل ما بين الأفراد وكذلك غرف الأخبار من خلال التدريب وكذلك المهمات الميدانية وكذلك كانت هناك مصابقة لأصور مصابقة دولية لتعزيز المعايير المهنية وكذلك المنافسة ما بين الصحفيين الشباب لغاية السن الخامس والثلاثين وهذه التطبيقات هي في سنتها الثانية وهناك استجابة رائعة وأريد أن أدعو مصوريكم ومتعاونيكم ليقدم صورهم في هذه المسابقات السنة الماضية لقد أطلقنا إطارا للتعاون ما بين دول البريكس ونحن نمضي قدما مع شركائنا في البرازيل وغيرها ولقد كذلك أطلقنا واجهة بينية للتعاون مع الصين في الختام أريد أن أؤكد الصحافة هي مهددة وطريقة إنقاذ الصحافة هي من خلال علاقات شفافة ومسؤولة هذه العلاقات بإمكانها أن تنتعش بشكل كبير جدا ونحن منفتحون تماما حيال هذا الأمر نحن نتطلع إلى نقاشات هنا في الدوحة وكذلك في يونيو في موسكو حيث سنستضيف منتدا حول كيف تتكيف الصحافة والإعلام لتغير الجماهير من نعمل من أجله هو الجمهور وبعضنا ربما لا يفعل ذلك لكن لابد أن نقوم بهذا الأمر ونؤسسه ونناقشه وبمناقشتنا لهذا الأمر سنسعى للحقيقة سنسعى للمضي قدما أريد أن أدعوكم لتساهم في النقاشات ومعا أن ننقذ الصحافة شكرا 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 للسيد بافل أندرياذ وختامها ميسك الآن ضيفنا الأخير هو الدكتور مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية يشغل الدكتور مصطفى سواق حاليا منصب المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية وتولى قبلها العديد من المناصب داخل الشبكة مديرا لقناة الجزيرة الإخبارية ومديرا للأخبار بالمحطة ذاتها ومستشارا لرئيس مجلس إدارة الشبكة الشيخ حمد بن ثامر الثاني كما عمل مديرا لمركز الجزيرة للدراسات ومديرا لمكتب الجزيرة في لندن عمل سواق قبل ذلك في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي ومركز تلفزيون الشرق الأوسط الام بي سي وهو حاصل على درجة الدكتوراه في دراسات الأدب وعمل أستاذا لنظرية الأدب بجامعة الجزائر حتى عام ثلاثة وتسعين عندما ترك التدريسة وولج عالم الصحافة والإعلام فليتفضل الدكتور مصطفى سواق لإلقاء كلمته أهلا بك دكتور بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الشيخ حمد بن ثامر الثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية سعادة سيد ساي مينججاو الرئيس التنفيذي للقمة العالمية للإعلام ورئيس وكالة شرخها للأنباء السيدات والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية الدائمة للقمة الإعلام للإعلام الزميلات والزملاء الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أولا أن أرحب بكم جميعا هنا في الدوحة وأن أعبر عن أملي في أن تكون هذه القمة في كل أنشطتها فرصة لا تعكر صفوها عواجل الأخبار ولا نتنفس فيها غير حرية الرأي والتعبير خاصة وأنها ملتقى إعلاميين كرسوا حياتهم للدفاع عن حرية الإنسان وحقه في المعرفة وفي التعبير عن الرأي وحقه في الوصول إلى المعلومة ونشرها الجزيرة التي تتشرف باستضافة هذا الحدث الكبير ولدت كما تعرفون قبل عشرين عاما وهي منذ انطلاقتها الأولى تحمل رسالتها الإعلامية بمهنية واقتدار رغم التحديات الكبيرة والكثيرة التي وجهتها وتضحيات أبنائها المستمرة كان الثمن باهضا جدا وكان الهدف ساميا جدا يستحق كل تلك التضحيات كنا ولا نزال وسنبقى مع الإنسان ومع قضاياه العادلة حيثما كان وكانت نقترب منه كثيرا وننقل معاناته ولا نبتعد عن المهنية ولا نفرط في ميثاق شرفها هي إذن الأفكار والآراء التي شغلت أجيالا من الإعلاميين سبقتنا وهي تشغلنا اليوم ربما بقدر أكبر ونرجو أن نترك إرثا أفضل للأجيال القادمة خاصة ونحن نمتلك الآن وسائل اتصال ذات قدرة هائلة على التأثير عبر إيصال الكلمة والصورة والصوت بسرعة فائقة إنها وسائل قادرة إذا أحسن استخدامها على توصيع فضاء حرية الإعلام وتعميق محتوى السيدات والسادة الأفاضل ها أنتم اليوم هنا نخبة من قادة الرأي وأعلام الإعلام ونشطاء وخبراء وأكاديميين من مشارق الأرض ومغاربها نجتمع من جديد في الدوحة هذه المرة بعد بيجين وموسكو في الدورة الثالثة للقمة العالمية للإعلام هناك من أقصى الشرق في عام أولمبياد بيجين 2008 جاءت الفكرة من وكالة شنخوا للأنباء الفكرة تجسدت مبادرة شاركت فيها مؤسسات إعلامية أخرى رائدة وولدت القمة العالمية للإعلام وتم تشكيل أمانة دائمة لها تضم كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية ومن بينها الجزيرة بالطبع وإذ نسجل لوكالة أنباء الشنخوا السبق في إطلاق المبادرة فإننا أيضاً نشكرها وأخص بالشكر الصديق ساي منجاو رئيس الوكالة ورئيس القمة على دعمه الخاص وجهوده المشكورة في الاستمرار في احتضان وتبني الهيئات القيادية للقمة وتنظيم ورعاية كافة فعالياتها طوال الأعوام الماضية السيدات والسادة نعقد قمتنا هذه التي اخترنا لها عنوان مستقبل الأخبار والمنظمات الإخبارية لنبحث ونناقش التحديات الكبرى التي تواجه الإعلام والتي يمكن اغتنامها وتحويلها إلى فرص لتعزيز التعاون بين مؤسساتنا الإعلامية بما يمكن أن يسهم في تطوير العمل الإعلامي والارتقاء به أداءً وأدوات يحدث هذا كله في عالم داهمته التقنية الحديثة وهتكت أستارة وأدت إلى تحولات كبرى في المشهد الإعلامي وإلى بروز ظاهرة المواطن الصحفي الناقل للخبر بدلاً من المستقبل للخبر وكذلك التحولات الحادة في اهتمامات الجمهور نعقد قمتنا هذه أيها الزملاء في وقت تواجه فيه المهنة وأبناؤها تحديات خاطرة فقد تماد الظلم ليطال زملاء لنا في ميادين العمل فيقتل ويختطف ويحتجز ويزج بكثير منهم في ظلمات السجون بشكل لم نعهده منذ عدة عقود يحصل ذلك من دون خجل أو وجل ومن دون خشية من ملاحقة قانونية أو عقاب رادع مما بات يتطلب منا كإعلاميين وقفة جادة لتعزيز التعاون في مجال حماية الصحفيين والبحث عن آليات لمعاقبة الجنات يبرز هذا بشكل خاص في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط هذه المنطقة التي تعتبر أيضاً إحدى أهم بؤر الاهتمام الإعلامي في العالم إن لم تكن الأهم على الإطلاق وفيها يتعرض الإعلام والإعلاميون لأخطر الانتهاكات وأبشعها كما تنعقد قمتنا أيضاً في فترة تبرز فيها ميادين جديدة للاهتمام الإعلامي تفرض نفسها بقوة على أجندات الأخبار كقضايا البيئة والتغيرات المناخية والفقر والتعليم والصحة والغذاء وغيرها بالإضافة إلى القضايا التقليدية المعروفة لكن إذا كان ما ذكرناه سابقاً يمثل بعضاً من المخاطر والتحديات الهائلة فإن الفرص التي تلوح في الأفق عظيمة كذلك فقمتنا تمثل منصة فعالة للمنظمات الإعلامية للتواصل وإبرام الاتفاقات المفيدة ونقاش الجديد في عالم الإعلام وتبادل الرأي حول أفضل السبل لإبداع أفكار رائدة لمواجهة التحديات المشتركة وتقدم القمة في أنشطتها الموازية جوائز تنافسية لتعزيز الابتكار الإعلامي وجوائز شرفية وتدريباً للإعلاميين لتعزيز التعاون بين المؤسسات العالمية في هذا العصر الرقمي كما يسجل لها قدرتها على التوسع حيث سجلت انضمام وسائل إعلام جديدة من دول مؤثرة على غرار الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وطلبات من دول أخرى للانضمام لا نزعم أننا نملك إجابات على كل هذه التحديات لكننا نمتلك الإرادة والعزم والأمل لمواجهتها وفي سبيل ذلك يمكن أن نفكر معاً في خطوات واختراحات على غرار ما يليه على سبيل المثال للحصر توسيع دائرة الأعضاء بما يحقق التنوع المهنية والجغرافية والثقافية وكذلك التقليدي والحديث تعزيز علاقات التعاون بين أعضاء الأمانة الدائمة استحداث آليات جديدة لهيئات القمة بهدف تفعيلها وتنويع نشاطاتها وتفعيل وسائل وأدوات التواصل الضرورية بين أعضائها تأسيس صندوق دعم لنشاطات القمة مثلاً اشتراكات سنوية لأعضاء الأمانة الدائمة ورسوم مشاركة في القمة ونحوها تعزيز علاقة القمة بالمنظمات الإعلامية الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة طبعاً ومن دون فقدان شخصيتها المتميزة كما أشار بعض الزملاء من قبل تعزيز الاهتمام المشترك بقضايا حماية الصحفيين تعزيز الجهود في مجال حماية الملكية الفكرية حث وسائل الإعلام والإعلاميين على الالتزام بالمهنية والموضوعية والتمسك بمواثيق الشرف المهني تعزيز التعاون في مجالات تعميق وعي الجمهور بقضايا الفقر والتعليم والبيئة والتغيرات المناخية ونحوها من خلال التعاون في التغطيات الإعلامية أو عبر الدورات التدريبية أو إقامة معارض صور فوتوغرافية مثلاً وغيرها أخيراً أقول إننا في شبكة الجزيرة كلنا أمل في أن تشكل هذه القمة انطلاقة جديدة لتكون أكثر فعالية ولتتبوأ المكانة التي تليق بها كمنظمة إعلامية دولية رائدة تضم قادة الإعلام في العالم مرحباً بكم في قطر مرحباً بكم في الدوحة مرحباً بكم في استضافة الجزيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لك دكتور مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية يعني في هذا الجمع ونحن نستمع لتجارب ورؤى الصحفيين الذين جاءونا من دول مختلفة الثقافات يبدو لنا المسألة بأننا نحن معشر الصحفيين ننتبه إلى قبيلة واحدة نتشارك ذات الدم كما نتشارك ذات الهم الآن ندعو سعادة الشيخ وأعضاء الأمانة الدائمة للقمة العالمية الثالثة للإعلام لتفضل إلى المنصة لالتقاط صورة تذكارية جماعية قبل أتوجه إلى حفل العشاء في الفندق المجاور فندق الشانغريلا فضلوا ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم شكراً لكم الحضور الكريم نشكر حضوركم حفلنا الليلة وعلى بركة الله هنا تنطلق أعمال القمة العالمية الثالثة للإعلام قبل أن نودعكم ندعوكم للانتقال إلى حفل العشاء في الفندق المجاور علماً أنه سيتوزع على قاعتين القاعة الرئيسية وقاعة في الدور الثاني شهية طيبة